اهلا بحضاراتكمlingenديد واكيد في البداية منرحب بمستر فيكتور ويليامز المدير التنفيذي للمبا فريكا اللي بنورنا في قناة النادي الاهلي مستر فيكتور مرحبا في قناة النادي الاهلي شكرا جزيلا لتشاهدها شكرا جزيلا لأص مستر فيكتور يعني اكيد انت من اكتر الناس عادة وانتنهاردة بتشوف المبا ويينتشر في افراقي ويينتشر هذا المتشار الكبير النهاردة لقينا الـ NBA أفريكا أو الـ NBA اللوجو بتاع الـ NBA موجود في كل حتة في أفريكا فأكيد أنت النهاردة أسعد واحد كلمني عن شعورك بمجهودك وتعبك أن أنت قدر تتوصل له في البداية نحن سعداء جدا أن نكون هنا وأن نكون قادرين على أن نتحدث عن الـ NBA لكل هؤلاء مشاركين حول العالم نعم الـ NBA الآن تركز الآن على أفريقيا بشكل أكثر وتركز أكثر على اسم الـ NBA وترويج الـ NBA في أفريقيا ونحن نفعل هذا لنساعد الشباب أن ينخرطوا مع مشجيع لعبة كرة السلة في أفريقيا وهذا أيضا لأغراض تجارية نحن ولصالح أفريقيا بطريقة الحال ونريد أن تصل الـ NBA لكل متابعي كرة السلة في أفريقيا يعني الكثير يسألون إمتى ابتدت فكرة الـ NBA يعني إمتى الـ NBA أفريكا ابتدت الفكرة إمتى تولدت وبدأت إمتى العمل أو بدأت NBA أفريكا العمل داخل القرى الأفريقية الـ NBA الآن مهتم بكرة السلة في أفريقيا منذ سنوات منذ ستينات القرن الماضي نحن مهتمين بهذا الأمر منذ ذلك الوقت منذ 1984 ونحن نهتم بهذا الأمر منذ هذه الزيارة منذ أول كان اللعبون الأفارقة ممتازون وكانوا يمتازوا بالمهارة العالية وكنا نأمل أن يتفهم مدير الـ NBA أن يكون هذا الأمر الوجود في إفريقيا موتومبو يلعبون في الـ NBA بعد ذلك وهذا ساعد أن يرسخ لقاعدة الـ NBA في إفريقيا ومنذ هذا الحين وبدأ الأمر أن تنتبه الـ NBA لأفريقيا أكثر وأن تنتشر أكثر في إفريقيا بدأنا أن ننظم فعاليات كل سنة أن نأتي لأفريقيا ونقيم معسكرات لكرة السلة خاصة بالـ NBA في إفريقيا وكان هذا الأمر نعم بالطبع في جنوب إفريقيا ولكن أيضا في بعض البلاد الأخرى على سبيل المثال بالأمس ياسم بيد كان يوجد معسكر باسم جوال أمبيد ومن أكبر الأسماء في إفريقيا أنا بس عايز أقف عند حاجة سادة مشاهدين طبعا مستر فيكتور بيتكلم عنه أحد نجوم الـ NBA أخذ MVP أحسن لأف الـ NBA مبارح هو بيقول أن ده كان في الكامب بتاع الـ NBA أفريقيا هو ابتدى من الـ NBA أفريقيا فهو أكثر شخص سعيد أن الـ NBA أفريقيا خرجت لعيب زي أمبيد اللي بيحصل النهاردة على الـ NBA في الـ NBA ولذلك جوال الآن هو هو من نوائل اللاعبين الذين احترفوا من أفريقيا لخارج الحدود للـ NBA فالآن الـ NBA تفتتح مكتب في أفريقيا أول مكتب كان جنوب أفريقيا بضبوط أول مكتب في الـ NBA أفريقيا كان في ساوس أفريقيا نعم أول مكتب كان في جنوب أفريقيا وهذا المكتب تم افتتاحه ليساعد الشباب على أن يخرطوا وأن يطوروا لعبة كرة السلة وأن ينشر لعبة كرة السلة حول أفريقيا ويمكن المشاهدين من أن يشاهدوا كرة السلة بشكل أقرب وأن ينخرطوا في هذه اللعبة وأن نرى الكثير من الأجيال تمارس لعبة كرة السلة ونقيم أكاديميات أيضا خاصة بلعبة كرة السلة ولعبين الشباب الذين لديهم القدرات للعب كرة السلة وممارسة كرة السلة وأن يتطوروا في هذه اللعبة فنحن نركز على كثير من الجوانب منذ عدة سنوات ومؤخرا قد قمنا قد قمنا بنشر الإسم الأمبي بشكل أكثر في بلاد الأفريقية والآن ننتشر بشكل أكبر في جميع القرارات فهذا المكتب الآن لدينا مكتب الآن في القاهرة في يناير الماضي وافتتحنا أيضا مكتب مؤخرا في نيجيريا وفي سنغال فبالتالي لدينا نريد أن ننشر هذه المكاتب لننشر اللعبة في مختلف الأنحاء في أفريقيا الآن يعني الإنبي لدي عدد من المكاتب في جنوب أفريقيا في القاهرة في نيجيريا في السنغال بتخططوا لفتح مكاتب أخرى في أفريقيا؟ نعم نخاطط لفتح بعض المكاتب في أماكن أخرى في أفريقيا في بعض البلاد الأخرى نفكر أن هذا الأمر سيكون جيدا لتقديمه ولكن ماذا نريده؟ ماذا نريد من هذه المكاتب أن تفعل؟ نريد هذه المكاتب أن تساعد في تنمية اللعبة في هذه البلاد وبالاتفاق مع الاتحادات المحلية لهذه اللعبة لننشر هذه اللعبة وننشر هذه اللعبة في المدارس وفي الأنبياء ونقيم دوريات خاصة بالإنبياء في أفريقيا ونطور المديرين الفنيين والحكام نريد أن نقترب أكثر من المشجعين ونقيم المزيد من الفعاليات مع الجماهير لنزيد من التفاعل مع الامبي اي هذا كما ذكرت يزيد من الجانب التجاري مثل بعض متاجر الامبي اي لنشر منتجات الامبي اي لينتشر هذا الأمر في مختلف أنحاء البلاد أنا سعيد جدا وأنا بسمع الخطة أو الطموحات للامبي في أفريقيا لأنه ده كان حلم من أحلام أفريقيا أنه إحنا بلنبقى جزء من الامبي اي اللي طبعا كل العالم بيتابعه